أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أي وفد أمريكي سيرسل إلى العراق لن يناقش انسحاب القوات الأمريكية أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أي وفد أمريكي سيرسل إلى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات وليس انسحاب القوات الأمريكية وأشارت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاقوس إلى أن واشنطن وبغداد بحاجة لمناقشة مسألة الأمن بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والشراكة الدبلوماسية مضيفة أن أي وفد أمريكي سيرسل إلى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الأمريكي وموقف الخارجية الذي لم يتضمن الإشارة إلى رفض الانسحاب وحسب بل الإشارة إلى التكلفة لنلاحظ أشارت الخارجية الأمريكية إلى التكلفة المالية للوجود الأمريكي قضية الانسحاب وما شهدته من سجالات عراقية وأمريكية في الأسبوع الماضي يعرضه هذا الفيديو الذي أنتجته منصتنا الإعلامية الجديدة التغيير بلاس نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كتب على أكثر مستوى مستوى من المعللين والكتاب والمعلقين الذين يبدون مؤيدين للإدارة الأمريكية في ملفي العراق وإيران آخرون لا يرون غير ذلك أو يعارضون خطوات الإدارة ويقولون وقد يكونوا على حق يقولون ما يليه أن الولايات المتحدة للسنوات من 2011 إلى اليوم أخطأت مرتين المرة الأولى حين تركت الحبل على الغارب إلى بغداد فهي لم تضغط عليها باتجاه تعديل مساراتها أكان داخليا أم خارجيا ثم فجأة لفت هذا الحبل بعد أن تركته على الغارب لفت هذا الحبل على عنق الحكومة العراقية لا ذلك الموقف الأول صحيح ولا الثاني أيضا أنت كيف قرأت هذا الموضوع؟ يعني هو اللي تفضلت به صحيح تماما لكن إذا عدنا إلى انتزامات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قبيل الانتخابات حدث خمس أهداف أساسية سيشتغل عليها في برنامجه في برنامجه بالعلاقات الدولية على الصعيد الخارج وهو القضاء على داعش والزرقاوي والجماعة البغدادي وغيرها عفوا مني البغدادي والاعتراف بالتل أبيب أو القدس يا عاصمة ونقل السفارة والغاء الاتفاق النواوي هذا كان المهم بالموضوع وبالتالي يشخص عمليات الخطأ بالانسحاب اللي ارتكبه الرئيس السابق منه يعني أوباما وبالتالي أكد على أهمية أن يعود الدور الأمريكي إلى العراق وحدد الأسباب الاقتصادية ولوجستية واستراتيجيات وغير ذلك وأيضا هو هدد بتقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وحدد العراق والميليشيات العاملة في العراق إذا تتذكر هذا الخطأ الخاص ببرنامج ترامب على سعيد العلاقات الخارجية وأعتقد صارت بالمناظرات بينه وبين أحد منافسيين حين يأتي هذا فجأة وفي قضون شهرين فيما أنت تارك الحبل على الغارب لمدة تسع سنوات يبدو غير منطقي غير معقول يعني أنت عودت الحكومات العراقية المتحاقدة على كثير من الدلع على كثير من الدلال دائما تساندهم دائما الكلام نحن نساند الحكومة العراقية نمنحها الأموال نمنحها المساعدات وفجأة تشد عليهم الحبل أنا أعتقد وهذا أمر غير مفاجئاً قد يبدو مفاجئاً لكنه يرتبط بجملة خطوات تصعيدية سواء مع إيران والضغط على إيران والأمريكان من خلال هذه أجزة المراقبة المهمة والدقيقة يعرفون حجم الاستفادة الإيرانية من العراق يعرفون حجم التغلغل أو الاستيطان أو التوطين القرار الإيراني في مفاصل الدولة العراقية هذه الحقيقة دفعت بهم إلى هذا الف الحبل الذي أنت وصفته وتوصيل دقيق حقيقة أنا أيضاً أضيف إلى وجود عوامل إقليمية مهمة جداً روسيا تزحب باتجاه إيجاد قواعد مهمة وفاعلة في سوريا القواعد الموجودة في سوريا قد يكون في العراق قد يكون اتفاقات باستثمار الغاز مشترك للغاز الإسرائيلي من قبل روسيا الاتفاقات باستثمار الغاز السوري في البحر مع روسيا أمريكا صارت حقيقة تشعر بعدم مستقبلية قواعدها بأنجرليك والقاعدة الثانية لا أعرف ما اسمها بس على وزن أنجرليك سنأتي إلى هناك لدينا مراجعة للقواعد الأمريكية إذا أقلت وقت بهذا الفاصل هي تدرك أن العراق ضمن الرؤية الجيوسياسية هو أهم بكثير من الكويت ومن الإمارات وحتى السعودية ترجمة نانسي قنقر